السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير معكم يسف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد من سلسلة مراجعات الشبراوي للشاشات الفيديو ده انا هكلمك على شاشة جديدة من انتاج شركة اثر واللي هتمزل مصر في الفترة الجاية دي شركة اثر اعلنت السنة دي عن شاشات الجيمنج بتاعتها الجديدة كلام ده كان قبل خمس شهور وبدأت انها تدي بعضا من الشاشات دي لليوتيوب عشان يعملوا مراجعات وروفيهات للشاشات دي على اليوتيوب وبعد كده الشاشة اعلنت رسميا نزول الشاشة دي على اميزون امريكا قبل شهرين من تصوير الفيديو ده فالنهاردة هكلمك على شاشة اثر الجديدة للي نزلت واللي هي طبعا هتيجي مصر في الفترة اللي جاية وهنتكلم على فعرها ومواصفاتها وهنتكلم على كل حاجة فيها عشان تبقى انت عارف الشاشة دي هتبقى مناسبة معاك ولا لا مبدئيا في الشاشة الجديدة شركة اثر نزلت مقاسين المقاس الاول بمقاس 24.5 ومقاس التاني بمقاس 27 بوصة هنتكلم دلاتي على الشاشة الشاشة جاية اول حاجة بمقاس 24.5 واجاية بدون حواف اللي هي فراملس وتقنية الاضاءة بتاعت اللوحة بتاعتها طبعا هي تقنية الاضاءة الال اي دي لكن فى حاجة عجبتني في الشاشة دي ان وحدة الاضاءة فيها هي 400 شمعة لكل متر مربع اللي ماعروفش مقياس وحدة الاضاءة فهي بتتقاف وحدة شمعة لكل متر مربع وعدد اعلى كل متر مربع بيفاو احنا بنعرف الشاشة دي اضايتها عاملة ايه فمعظم الشاشات اللي 24 مبوصة الليد بتبقى الوحدات الشامعة لكل متر مربع بتبقى 300 او 350 الشاشة دي جاية بوحدة اضاقة 400 شامعة لكل متر مربع فمعنى كده ان اضاقتها هتبقى قوية جدا ودي من الحاجات المميزة جدا وناس كتيرة بتحب تاني حاجة من مميزات الشاشة ان البانل بتاعها جاية بانل IBF باش بانل VA فايدة البانل IBF ان الوانه بتبقى احلى بكتير من اي بانل تاني وخاصة في الالعاب ومشاهدة الافلام بيضافة كمان ان هما بيهتموا بالمونتاج والجرافيك والإدت فهم بيهتموا جدا ان الشاشة يكون ببانل IBF عشان يدوروا يمنتجوا عليها فمعظم الشركات دلوقتي بايت طرعي النقطة دي وبيعملوا بانلاب بتاعتهم IBF حتى لو الشاشات دي موجهة للجيمينج عشان معظم الناس دلوقتي بايت مهتمة بالجيمينج والمونتاج والجرافيك على نفس الشاشة فالشركة بتضع المواصفات دي كلها في شاشة واحدة الشاشة هنا جاية بس ارشي بي تسعة تسعين في المية ودي من الحاجات المحترمة جدا في الشاشة ان الاس ارشي بي بتاعها عالي فبالتالي مدى تقنية الالوان واداها هيبقى عالي جدا الشاشة هنا جاية بروزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080 وده فيما ايه في الشاشة اللي 24 بوصة ومص انما في الشاشة ل27 بوصة جاية بروزولوشن توكي 2560 في 1440 والاتنين ابعادهم 16 على 9 هنتكلم بقى دلوقتي على مميزات الجيمينج بتاعت الشاشة واللي انا شايفها حاجة جديدة لسه نازلة في السوق ما انتشرتش قبل كده مبدأين التردد بتاع الشاشة هنا هي جاية بتردد 360 هرتز ودي حاجة من الحاجات يعتبر الجديدة اللي هتنزل في السوق المصري اي نعم من 360 هرتز نزت قبل كده مش في السوق مصري اي نعم في شاشة قبل كده لكن شركة اثر من حاجات اللي لسه بتنتجها دلوقتي او لسه طالع عندها اللي هي شاشة ال 360 هرتز طالعا بعد ما عملو ال 144 هرتز والمية 65 هرتز ف360 هرتز ده تردد عالي جدا ومن الحاجات اللي لسه في شركات بتبدأ تفكر انها تعملها دلوقتي من المونتور بتاعت الكمبيوتر سرعة الاسجابة لات الشاشة هنا هي نصف ميلي سكند ثانية وسواء كانت تردد او سرعة الاسجابة فهم معمولين باي اوفر كلوك بيطلعوا للارقام دي بالنسبة هنا بقى لقعدة للشاشة فالشاشة بتيجي بقعدة متحركة بتتحرك يمين وشمال وكمان الاعدة دي بتطلع فوق وبتنزل لتحت الاعدة بتاعت الشاشة دي هي قعدة طويلة جدا قعدة عمودية وتقدر ترفع الشاشة مقافية طويلة جدا بالنسبة لتركيب الاعدة فهو سهل جدا الاعدة تتركب على شكل شوكة وبتتتفكر الاعدة عن طريق دغط على زرار ورا بفوق الشاشة عن الاعدة بالنسبة هنا الكابلات اللي بتيجي مع الشاشة فهي بيجي معها ثلاث كابلات كابل الباو كابل الـ HDMI وكابل الـ Deusplayboard بالنسبة لمداخل الشاشة فالشاشة هنا بيجي فيها ثلاث مداخل مدخلين HDMI بلد ومدخل *** بالاضافة كمان الى مدخل الـ Audio الوديو اللي هو الـ 3.5 مليا عشان الشاشة فيها هنا ثماعات داخلية الشاشة نفزت على امثلون امريكا واخدت تقييم 4.3 من 10 نجمة لخمس نجوم التقييم ده بالنسبة للشاشات التانية انا شايفه قليل يعني في الشاشة التانية واخدها 4.6 من 10 4.7 من 10 مركات تانية في موديلات تانية اقل من دي واخدت تقييمات احسن وموظم الناس كانوا يشتكوا من الفعر لان فعر الشاشة دي من وجهة نظر بوجهة نظر الناس كتيرة هو منبالغ في شوية من الشركة فعر الشاشة دي في مقاس 24.5 ده بناء على فعر امازون امريكا معرفش في مصر هيبس فعر اعلى ولا اقل دي حاجة حصل تقريبا التوكيل هنا في مصر بتاع اصر هنشوفها يعني ما تنزل هتبع عاملة كام 24.5 فعرها هناك 7500 جنيه مصري اللي هو 500 دولار وال27 فعرها حوالي 9800 جنيه مصري فالاسعار عالية شوية بالنسبة للمقاسات دي وجهة نظر ان ما فيش ناس كتيرة تفتعد من 360 هيرتز ذول خلصا في مصر يعني بشايف ان استخدامها كتير يعني انا شايف شاشة 144 هيرتز او 165 هيرتز دي حاجة هتقضي الغرض بشكل كويس جدا بشايف ان الموضوع كان يفتاهل انها توصل الارقام دي في نهاية الفيديو ما تنسى الشرط تحت على زر اللايك واشترك في القناة وممكن تشاركنا بالتعليقات وتقول لنا هل انت شايف ان المميزات دي والمواصفات دي تناسب السعر للشركة بنزلها ولا انت شايف ان السعر مبالغ فيه لما كتير من الناس قالوا ان ده اوفر برايس للسعر بتاعها فشاركنا تحت فخانة التعليقات لو لك اي وجهة نظر في اي حاجة وكم معكم يوسف الشبراوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته